ثقيلة ومكلفة ثمن الحياة باكض في اليمن البلد الذي تتقاسمه أطراف الحرب منذ أعوام بات أقل من قدرة أبنائه وعجزهم عن شراء كبسولة دواء هي أقصى ما يتمنونه في زمن تسليع الخدمة أنا والدي يعاني من مرض القلب وعادة له أدوية شهرية أنا أخذها شهريا خلال هذه الأيام اتفاع جنوني في الأسعار حق الأدوية وأيضا اختلاف في نفس سعر العلاج يعني من المفروض أن السعر يكون موحد بعض الأدوية كانت تقريبا قيمتها 38 ألف الآن ما تحصلها 45 ألف فوق على كل المستويات تتسع الأزمة الاقتصادية وتداعياتها في يوميات اليمنيين مع استمرار أزمة انهيار العملة الوطنية التي ألقت بضلالها على أغم الإحتياجات الضرورية من بينها الأدوية خصوصا في مناطق سيطرة الشرعية طبعا أنا أعاني من صمامات القلب من قبل سنينية ونصر واربع سنوات كنا نشير العلاج من قبل بأشعار مخفضة أما اليوم فنحن نبحث عنها في كل مكان فنحن نجدها إلا بأشعار باهظة اختلافا لنهار العملة وارتفاع الأشعار وبعض الأحيان نعاني أنه ما نجد الموجود هنا في مهار ما نجدها إلا حدودها القصوى بلغت أسعار الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة مستويات قياسية من حيث الارتفاع ومغالاة التجار المتلاعبين بالأسعار حد عدم قدرة المرضى على شراء ما يحتاجونه من دواء يكتوي اليمنيون ويخوضون حروبا متعددة ولعل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها محافظات البلاد ومنها مأرب أكثر وقعا وتأثيرا بنتائجها الكارثية على مختلف الأسعادة بين نار الأسعار وغلاء المعيشة يتأرجح اليمنيون وسط فضاء محموم بالحرب وانعكاساتها الخطيرة على حياتهم التي لا تقوى على مقاومة كل هذا الانحدار المخيف نحو المجهول علي الجرادي قناة بلقيس مأرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر